موسيقى مشاهدنا الكرام أهلا ومرحبا بكم مجددا في حصة الموعد السياسي الموعد السياسي لهذا الأسبوع نصدف فيها السيدة والعزيزة علينا سيدة أم أمين التي جاءتنا من الجزائر سيدة أم أمين مرحبا بك شكرا على استضافة مرحبا بك وسيد كذلك نستضيف كذلك سيد صالح الجاب ناشط سياسي وحقوقي في المهجر مرحبا بك سيد صالح الجاب شكرا شكرا أولا سيدة أم أمين سوف نخصص هذه الحصة لموضوع المختطفين قصرا في الجزائر عددهم أكثر من 17 ألف مختطف ومختطفة اختطفوا من طرف قوى نظامية من الشرطة دارك وجيش وكذا قوات ما كانوا يسمى بالباتريوت الدفاع الذاتي والحرس البلدي في التسعينات في الجزائر في مدنها الكبرى وفي مداشياها أولا قصتك أنت شخصيا سيدة أم أمين كيف كانت في أي سنة وما هي حتيات اختطاف ابنك أمين الذي كان في عمره 16 سنة عندما اختفى من البيت بسم الله الرحمن الرحيم تحيتي للشعب الجزائري نشكر قناة العاصر قناة الرجال المخلصين من هذا المكان طهر من هذه القناة الحرة نوجه تهيئاتي لكل أعضاء حركة راشد وكل عمال قناة العاصر فيما يخص اختطاف ابني ناتيش محمد الأمين في عمره 16 نعم كي جاءوا وخطفوه الزوج وعشرين تعصبح من طرف شرطة بوروبا نقول ونعاود شرطة بوروبا مرفقنهم لميلي تاغ العسكر نحقه معاه ونتلقه يا للأسف لفين ستفيذ غياذة وقف العشرين سنة من الختطاف ما بنع له حتى حاجة بانو كنت خاغ احنا العيلة مرمدونا دارو وج دارو وانا وش رح غايدني البار في النيضام المجريم اللي التاكب هذ الجرائم كاملتيك راهي عشرين ألف مختطف جوجي بيان فين ميل بيخصون كي اللي يستغللوا الفرصة خدموا ميلة في المختطفين منهم اللويزة حنون ديك المجريمة هوني مسؤولة على كلمي منهم بعض الأحزاب حبوا يستغلوا عائلة المختطفين نقولهم عيب وعار عليكم ما لقينا حتى قانات في الجزائر ما لقينا حتى نايدام الدولة كاينة العباد ما كاش غايبين سي ديك خمينا بمعنى الكلمة ولينا لقينا غير قانات العاصر لنشكرهم بزب بزب فتحونا الأب و بتوحهم ودارونا القانات باش قدرنا نحكو ولينا نحكو على وش رح صاير فينا في الجزائر بكمالها ولكن في الجزائر كان هناك جمعيات كان لها موقف مشرف مثل رابطة الجزائر الدفاع الحقوق الإنسان أو جمعيات أخرى أو حتى حزاب سياسية كان لها موقف مشرف في موضوع المختطفين في التسعينات في التسعينات نقول ونعاود أولاً أنا ماشي مونادرة جو سيبا يونادرة على ففس من هذا المنبر الحر نتحي حزب حزب لففس حزب حزب قوات اشتراكية حزب حزب قوات اشتراكية نعم حزب ما وقفوش معنا أحزاب خاصة الأحزاب لدعاء بالإسلام خطرح نشوفوا فينا كفار وهما إسلاميين سيدة الوزيحنن كيف تفسرين أنا سمعت لي خطاب سيلوم أمين أمين كيف تفسرين يعني غياب الأحزاب الإسلامية من حركة حماس إلى حركة النهضة التي كان يرأسها السيد جاب الله في ذلك الوقت أو الإصلاح أو غيرها من الحركات الإسلامية والإسلاموية من الحراك مدافع عن حقوق يعني أهالي الأطفال والشباب والمختطف من طرف القوى النظامية في التسعينات يعني أنه الناس التي خطفت الـ 17 ألف أو الـ 20 ألف كان يقدر أنها كان لها توجه إسلامي يعني كيف يعني تفسيرين أنه حزب يساري مثل الأفافاس في التسعينات كان له مثل هذا الموقف أو الرابط الجزائي الدفاع والإنسان هو سيد علي إحياء عبد النور الذي هو ليس إسلامي ولكن يعني كأنها موقف مشرف هذا الموقف ولكن الأحزاب الإسلاموية يعني غابت غياب يعني رهيب في هذا الموضوع وهذا كدرك يعني حديثة سيد علي عبد الحاج الذي تحدث وتأسف لمثل هذا الموقف الأخ يحياء الأحزاب هذو من الدعاوا بالإسلام كانوا يشوفوا وقلافين ملف المختطفين الناس إرهابيين على معظم أنا في عمري ماشت واحد جاء وقف معنا بيانو كونتخار الناس لففاس كانوا دايما في الصف الأول ومنهم الدكتور ديباي اللي يربي يرحمه وسأله اللي دايما نقف معنا وما ننساش المحامة الرجل المحترم مدخ خليلك اللي تتوجه سيد محمود خليلي رحمه قبل ما يموت مسك الله يرحمه هو معنا مع عائلات المختطفين ميفسعة وكان يخدم في القضية يا للأسف ومحمود خليلي رحمه الله ليس إسلاموي ليس إسلاموي ووقف معنا على كلمة الحق اديتوا ولاد الناس بينهم أحيا اتلقوهم قتلتوا هم ومروهم الناس يعني الأسف موقف معنا حتى حزب واني قلت لهم ديغنية موقف في الفينة أو الفينة ففغيين يعني قلت يا الأحزاب اللي تقولوا رانا نعارضوا أنا فهمت ما فهمت يا الأخريحية وش رانا نعارضوا عشرين سنة من الدولة كان يقرأ دينا فياماني إلى يا للأسف ما خلالي ولا خلالي محفظة عند الرسوم كاني ريفيزي دوزم تخيم ماشت حتى حزب وما كان حتى واحد فيهم راجل من هذه الأحزاب ومن هذه المعارضة يخرج وقف وراهم المخطوفين وبرونا واحد برد واحد من عشرين ألف ما كاش سيد صالح الجاب كيف تفسر هذه يعني مثلا شخصيات إسلامية مثل المرحوم محفوظ نحناح رحمه الله أو سيد عبد الله جاب الله وآخرين يعني لم نشهد لهم موقف مشرف الموضوع المختطفين لم يقفوا يوم واحدا أمام يعني يطالبوا بحقوقهن لمعرفة الحقيقة حول أبنائهم صراحة غياب الأحزاب السياسية يعني مهمش بجوار أحزاب السياسية كلها ولكن الإسلامية خاصة نعم غيابهم لأنه يعني هي تقريبا هناك عقلية تختراسة عند الجزائريين ويعني مقوقعة أكثر عند الأحزاب نمد مثالا بعد ندخل نتكلم الأحزاب السياسية الإسلامية مؤخرا شفنا رسي دي وقفوا له ثلاث مناظلين نعم تحرك ودر بيانات وتحرك قبلها كانوا كينين مناظلين حسن بوراس كانوا كينين مناظلين يعني عدة لوقفهم ما شفناش منهم تحرك لهذا هذه الأحزاب من جهة هي يعني هي تمتهن كتابة البيانات يعني الموسمية يعني هي تستيقظ أيام بعد قبل الانتخابات تكتب بعض البيانات ثم تنام يعني وتستيقظ يعني بعد خمس سنوات ومن ناحية أخرى بعيدة كل البعد عن المجتمع أي أن مشروح هذه الأحزاب سواء إسلامية وغير إسلامية هو الوصول إلى الحكم وليس الوصول إلى الشعب الذي سيحملها إلى الحكم ومن ناحية الأمر بالمعروف والنهية عن المنكر يعني مبدأ إسلامي يعني المطالبة بالحقيقة حول يعني ملف المخطوفين داخل في الأمر بالمعروف يعني ونهي السلطات عن المنكر التي هذا المنكر التي قامت بها باختطاف هذا الشباب يعني بدون يعني بدون مبرر يعني قانوني يبرر ذلك الفعلي كيف يعني اليوم نسمع بعض الرؤساء الحزاب يتكلموا على رصيدهم السياسي ولكن عندما نتكلمونهم على موضوع المختطفين يعني يسكتوا كأنهم هم من اختطفوا هذه الناس يعني حتى وجوههم يصفاروا على المختطفين هما كما ذكرت استاذتنا أمنا أمامين هما يشوفوهم بحكم انتماءهم إلى جبل إسلامي الإنقاذ يرونهم ويؤكدون نظرة النظام عليهم أي أنهم إرهابيين لذلك لا يريدون يعني الوقوفة إلى جانب يعني مناظلين من حزب آخر هم يعني يعيشون في يعني في عالمهم لوحدهم وهذا صراحة عار إذا لم تحمل كل مشاكل الشعب وعلى رأسها مشاكل الاختطفين مشاكل العاطلين على العمل مشاكل الغاز الصخري حتى رأينا مثلا قضية الغاز الصخري الكل رأى هذه الأحزاب هرولت إلى الصحراء لأخذ بعض الصور ثم دخلوا متأكد أنهم لم يسألوا منذ سنة الفارطة حتى اليوم عما وصلت إليه قضية أو قضية عين صالح يجب تبني القضية وليس الذهاب يعني لأخذ الصور أمامها ما يفعلون رشيد نكال للأسف وأسف سيدة أم أمين عشرين ألف مختطط قلت في بلايك الحصة أنه رئيسة حزب العمال سيدة الوزاح النون يعني خانت القضية هل لك أنتو في السيرين المواطن العام المواطن العادي كيف خانت الوزاح النون هذه القضية لأن الناس ما تعرفس الخبايا موضوع أو ملف المفقودين في التسعينات كيف ساهمت فيه الوزاح النون في البداية ثم انسحبت سيدة الوزاح النون خدمة ملف المختطفين 100 ساعة مثلا؟ على غمصته لدوثيات الناس مساكن لا يوجد منابيتي لا يرحموا قال لي ما دام ما تروحيش قال لي نسكن نقدامها ونعرفها وش تسوها وانا لك بدل محانا ما خلتنيش قلت له علي الله يرحموا لازم نحط الملف كمحطنسا قددا لم يتغير انتظه رائعي خدمت بيهم وفي ماركزة قدت لشهراء قدم seen ممن المرة وقفة مع أيلات المختطفين ويقفت معنا وقفت معها وكانت تروحها ومنا ثم نودع النار الآخر حزب الأمان يسمعوا فيها ونقولوا ما كاش راجل واحد فيكم راجل تمام على بالكم وش راه يتسوا وش راه يتدير ومزلكم حزب العمال كون كين ساح حزب العمال ودفعتها المخطوفين كون دفعتها العمال تاع الشركات اللي غرقوهم كي هي كي او يحيان غرقوا الشركات الوطنية قع ولي باق دفاني جابوهم البرق ودلو تخوتي تسيب حلو ان بخيفي شكون هاد البخيفي فلان وفلان 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 على سبيل الميتل شركة سان باكس وبعد تسيب توحدك صحابهم حلو شركات تاع السميد حلو شركات تعليبات وما يشبه لهنا ويقول كين حزب العمال يعني المافيا المالية سيد صالح الجبس سيد الويزي حنون كان عندها موقف في 97 عندما زارت زارة سيد ماريو سوارس الرئيس السابق لبرتغال وهو الذي كان يترأس لجنة التحقيق الأممية التي بعثت للجزائر للتحقيق في موضوع المختطفين وموضوع المدابح الجماعية التي كانت في الرمكة في الرئيس في غريزان في بن طلحة سيد الويزي حنون رفضت أن تلتقي بهذه البعتة ورفضت أن تعطي ملفات المفقودين التي كانت بحوزها اليوم بداعي أنها ترفض التدخل الأجنبي وتدخل أجنب في خبايا الجزائر اليوم يعني منذ يومين شفناها وارتقطت لها صورة مع السيد يسعد البراب الذي استفاد بكل شركات العمومية المغلقة في التسعينات ليصبح هو أكبر أو أكبر رجل غني وملياردار في شمال إفريقيا تصور معه في مطال الجزائر الدولي وتقصر معه وتقصر معه يعني تروتكية تقصر أو تصور مع الرأس مالية كيف تفسر هذا؟ أفسر هذا بشيء واحد أنه الساحة السياسية في الجزائر يعني قام النظام بعمل كل شيء لكي يكسرها اليوم لدينا خمس أو ست أحزاب في الحكم يالأفلان حزب الأرندي حزب عمارغون حزب تاج حزب أمانان بن عمارة بن يونس ولدينا أحزاب أخرى تطبيلوا ولدينا أحزاب أخرى لا تجد إلا كتابة البيانات لهذا اليوم الويزة حنون هي في القائمة الثانية للأحزاب التي تمسك العصى من الوسط هي تعلم جازمة أنها لن تصل إلى الحكم يعني كل حياتها ولكن تبقى في حزبها هي ديكتاتورية لديها يعني هي في العهدة السابعة وهي تنتقد بوتفريقيا وعهدتها الرابعة كنائبة في المدد الشعب الوطني من أسبوع وتسعين لهذا نقول أنها هي اليوم تبقى في مكانها لكي يكون هناك لتعطي الصورة ديمقراطية تعددية للجزائر وفي الحقيقة هي تقوم يعني بتم وأين تروتسكية أمام ميز عدرب التروتسكية هي سراحة هي كلمات يقولونها كلمة فضفاضة يقولونها في الخطابات والحوار مع الشعب وفي الحقيقة أغلبية السحقة إن لم أقول كلهم هم لديهم مشاريع شخصية يقومون يعني بتسييرها بالتطبيل تارة وبتهجم بطريقة محتشمة للنظام وهذا سيبقي هذه المصرحية ولن يفتح باب التغيير للجزائر والجزائريين سيدة أم أمانين هل تستقبلكم اليوم سيدة النجاح المرحة المقرعة؟ أبداً لماذا؟ شم سيدة؟ ما عندها إحتى تبرير ما عندها إحتى تبرير قلتنا في البداية أن الشرطة اللي قاموا باختطاف لابنك اللي في عمره 16 سنة 16 سنة هما شرطة بوروب بوروب بلدي بوروبية دارت الحراش كيف أشعرفت ابنك هما شرطة بوروب؟ بغميو كين دوفلك زوج بوليسي زوج بوليسي خدرت تسميهم ميلود هومات وربح زفريطه ووليد الحراش ووليد البرك مازالو حيد وحابب معروف هني المجهندة سحب بوروباء شكل منكم اللي ما عرفش حابب أكبر قتل أكبر مجرين مازالو شرطة؟ مازالو بيانو كنت خاغ طلعوه طبو دو قرات قرات فوق قرات قرات فوق قرات ومشي غير هو بلوجيو هو ووليد البرك هذو كثيرا وزدموا لبعيننا وزدموا للدار ودولنا ودود راهم ودودك خليناك وغار خلولي بليدك هذو كنت قراتهم عندهم مناصب الله والله الفوقاتيك ومزالهم يدورو كما نطلب حي بوروباء لمنطان يكونوا يشاهدوا ويقولوا حبيب مجرم يقتلوا في لمنطان ويرموا في الزقاة ويقولوا كم الإرهابيين ما فهمت كون هذو الإرهابيين احنا ولينا إرهابيين وهم اللي يزدموا عد يور يدولد الناس يدولون رجالة الدولة حتى البنت من دي جنفي دي جنفي دي جنفي الدوهم دومينا هذو مبانوش قل كر إرهابيين أنا ما فهمت كينا الدولة الجزائية مقسومة هما مسلمين وحنا كفار ولينا إرهابيين لو كنت خاخ أنا لقل اليوم أنا نساءل وراهم هذو رؤاسها الأحزاب وراهم هذو البلمانيين هل أنت عربعين مليون ولا سبعين ولا مكش فيهم واحد غادهم هذو الأمهات ما غادهم شو بلادنا إحنا ودوكا دي غني اغمان يتكلم ما جوكوا حسن العريبي تا جاب الله يطلع حقا حقشتو فلاتيلي يطلع لسفارة العراق باش يهدر ع الجزائري لهم في العراق اللي هم دي جا عدموا منهم واحد عبد الله من واتسوف حتى وقي لها سين كون بلا سيزا نعم سيد حسن العريبي اللي حال انه هو يعني الناطق الرسمي باسم جنرال توفيق وهو من حزب عبد الله جاب الله إسلامي نحن يهدر على السجناء الجزائيلي في العراق وما يتكلمش على السجناء الجزائريين في الجزائر ما يتكلمش على المخطوفين ما يتكلمش على السجناء السياسيين من واحد وتسعي اليومين هذا ما يتكلمش على الناس اللي ادهو من الصحراء اللي رهم كامل سيدكون سيغاني تلقي سمح لي ويزيد فضلك ونقل له بالمناسبة انتو ماركوا توجدوا بجدد وتحكموا مرة أخرى للجزائر تحكم من الصحراء مع كانت المغربية تحصها عليهم والاخ محمد وابد من العراق تصل بي شخصيا وأهدر معايا ويبكي والله العظيم غير يبكي مسكين ورغم هذه الرجالة وردك يا وزير خارجي الأمام رعا الجزائيلي مرنيين في العراق نعم نعم سيد صالح حجاب سيدة الأمنية تكلمت على الصالح سيد حسن العريبي نائب عن جبهة العدالة والتنمية أنا هنا لا ضربة للأحزاب ولكن كيف هذا الذي يدعي أنه إسلامي يعني الحركة الإسلامية يدافع للجزائريين ويطلع الصفارة العراقية ويصرح في الجريدة وفي التلفزيون أنه صديق وأنه حتى وضع نفسه أنه ناطق رسمي برجناة التوفيق وسيد عبد الله عزب الله يقبل بهذا الناس بالحزب يعني يقبل بالناطق الرسمي للجنرال التوفيق في حزب العدالة والتنمية وهو يقول أنا معارضنا إسلامي وأنا هذا ما اندل على شيء إلا يؤكد قناعتنا أن هناك كانت أحزاب موالية لمجموعة بوتفريقة يعني أحزاب مفتعلة ليست أحزاب مثل حزب أفافاس العريق القديم الذي خرج من عمق المجتمع الجزائري هناك أحزاب محسوبة على تيار بوتفريقة وأخرى محسوبة على تيار ديارة التوفيق لذلك رأيناك يعني كيف تباكوا ذهابه هناك حتى من قال الوداع جنرال هناك من جنرال هناك شكرا من جنرال شكرا من جنرال حفيد الراجي نعم صراحة كوارث عظمى لهذا هؤلاء الناس يعني هؤلاء من يدعون أنام سياسيين لا يؤمنون أن الإرادة والحكم ستخرج من عند الشعب هم يؤمنون أن سواء مجموعة بوتفريقة التي تقرر أو مجموعة توفيقة التي تقرر أن تعطيهم تفتح لهم مفاتيح المرادية لا يؤمنون بالشعب لا يؤمنون بالشعب لهذا هذا هي بداية العمل عندما يكون حزب شعبي حقيقي سيعمل مع الشعب وسيحمله الشعب ليصل إلى السلطة أما اليوم هم يستعملون الشعب إلا للتطبيل ومؤخرا رأينا رأينا الأمور عندما رأينا يعني مظاهرات ينادي لها يعني أحزاب عديدة رأينا عدم تجاوب الشعب هذا ما يدل إلى شيء إلى نتيجة تالية أن الشعب سائم من نظام يناديه للانتخاب ومعارضة تنساه وتناديه للتظاهر يريد معارضة تعيش معه مشاكله وتدافعه ومحنه نعم نعم وهنا سيحملها على رأسه وسيتشرف أن تقود المسيرة سيدهم أمين موضوع المختطفين تقول السلطات الجزائلية أنه طوية عند صدوء قانون المصالحة الوطنية أولا ما كان موقفكم إذا أهد القانون قانون المصالحة أنا أولا ما كاش مصالحة أنا هذا الاسم الشخصي ما كاش مصالحة وطنية داروا المصالحة في صلحهم بشغل طواب الجنيران نظر المجرم على البوليسيين وعلى الجندارم وعلى الباتريوت كيف نعبض؟ كيف نعبض يا ركسار أنا بالنسبة لي ما كاش مصالحة وطنية و لا نقبل شيء يحدثون لكي من هذه الكلمات التعويضات و لا نطيح ولا نطيح و لا ننشح نطيح نقعد توجوه جمال لكم فيما يخص قسمتيني قلوا عيب و عراء لك تقولوا أنا محامي محامي حرفت بالمصحف المحاميين هذا المصحف يعملكم عينيكم قاع بالواحد إن شاء الله قسمتيني يا رزاق بارا رزاق بارا كان يخدم في حقوق الإنسان باش جابها امباسادور ما كانش يخدم في ميلف المختاطفين في عمره لا استقبلنا و يا ليلاسف بالنسبة نقولها للقسمتيني اللي قال لك يخلقنا الميلف و نقولوا ما يتغلقش الميلف لا تقبل انتوليدك يدوه يقتله و ما تعرف شوين ولاه وحي ومخزون ما تعرف شوين وحبيته و سوف يجبتم الاسسيستان سوسيال احنا ولادنا عنا الفت و 19 و ردعته عامين و عندنا أنه لم يقتله يحطوه في الجبان لهم دايلين اكسر جغيا عيبوا عاركم متحشموش ولاد الجزائر دايلهم اكسر جغيا عندهم بياتهم هادي الدلالي مجمونا مش مالاسسيستان سوسيال ماتوا و قلونا حيين قلونا و احنا نشوفوا من بعد فيما يخز قاناغا علي بن فليس لي كان رئيس ها شاب جيغوفرنما و كان محامي و كان وزن مجاهدين و كان ديك و ديك و ديك و ديك و وزن العدل و راهي العدلة في الجزائر يا رئيس بن فليس اللي را قدرت تدق الحزب طلع ايه حريات طلع ايه الحريات و راهي الحريات عارف الحرية كنت عارف الحرية نالي مش يابو الامهات اللي عندك قصر الحكومة تقتع لينا الشرطة ضربتنا و ما استقبلتناش اليوم من هذا و غبت عشر سنين و جيت بكل سهولة ما فهمتش انا كيف شركوا تخدموا تخدموا المصالح كنتوما سيدة ام امين كيفاش تقبلتوا يعني كلام ابو تفليقة عندما بدال العهده الاولى رئاسية تاعو عندما كلماته ام مختطف عن ابنها قالها مانش في جي مانش في جي بي قالوا انا وليد اخويا سرلو كيف كيف انا قلت هالو في قاعد حرشا وليد خوك وحنا صافي دو احنا النيدم المجرم اللي جالينا الدور وده انتو وليد خوك ستونا فاخر اخونا بنا ما تفاهمتوش على الى كونتونار ما تفاهمتوش على الدرام سرقتهم سي فوته احنا مسر قنان جيتو دي توليدات ما وانتو خوك يجب على مفاهمتوش يجب على مصالحة سيدة ام امين قول مكانس مصالحة هل فشلت المصالحة تابوت في قاعدت؟ خاصة في ملف المختطفين؟ صراحة المصالحة عندما نرى أن ملف المختطفين بقي عالقا إلى اليوم لهذا كلمة المصالحة ليست في محلها يجب أن نقول المكالخة أو نقول هناك مثل جزائرين يظفر على القمل وكاننا تركنا الجرح ووضعنا فوقه ضمدات لكي نقول المشكلة المنتهية المصالحة التي لا تعطي الحقيقة ولا تتابع من قاموا بهذه الجرائم ليست مصالحة المصالحة التي في خضمها المادة 45 التي تمنع أي متابعة وأي قضية ضد رجالات الدولة هم يقولون رجال الدولة ولكن يقصدونها جماعة العماري جماعة نزار كل من تورط في هذه العسرية ليست مصالحة المصالحة التي نسمع بعدها مؤخرا جنرال بن حديد لماذا دخل إلى السجن دخل إلى السجن لأنه قال بالفم المليان قال أن كانت هناك ميليشيات تقوم بجماعات إرهابية لديها علاقة مع المخابرات لهذا نفهم أن القضية كانت ملعوبة هذه العسرية الدموية التي فرضت على هذا الشاب لهذا هم حاولوا غلقها ليقولوا أن نمر إلى نقطة أخرى ولكن شخصيات تاريخية كسيد عبد الحميد مهلي رحمه الله سيد حسيني الحمد رحمه الله علي حياد النور وشخصيات أخرى طالبوا بمصالحة حقيقية خاصة في تلك الفترة وخاصة في عقد روما خمسة وتسعين هنا كان عدد القتلى والمختطفين ضائل بالنسبة للعدد الذي يرانا اليوم لحقنا له طالبوا بمصالحة حقيقية ومصالحة فيها الحقيقة والعدالة كالذي الجراء أو الذي كان عليه الحال في جنوب أفريقيا لماذا ترفض السلطات الجزائرية مثل هذا؟ لم نرى جلادي جنوب أفريقيا ذهبون للسجن ولكن كان هناك اعتراف وحقيقة أمام الشعب كي تتفادى الأجيال المستقبلية أن تقع في نفس أخطاء التي وقعت فيها الأجيال السابقة لماذا نرفض هذا في الجزائر؟ نرفض هذا في الجزائر لا لشيء إلا أنه يعني يقولون ما يخافش من نار غالي في كرشة بن من هم اليوم الذي هم مقاليد الحكم من بينهم ناس دخلين في هذه القضايا عندما نتكلم على المختطفين والذين يريدون الحقيقة ليسوا لوحدهم وأنا من هذا المنبر يعني أقترح خلق جبهة للحقيقة والعدالة تكون فيها عائلات المختطفين وتكون فيها عائلات قصد مرباح وعائلة محمد بوظياف عائلة الرهبان السبعة عائلة معطوبل والناس عائلة عبدالقادر حشاني عائلة تفجيرات ساميشيل في باريس الذي رأينا في التحقيقات أن هناك للمخافة الجزائرية يد فيها عائلة حتى اللاعب يعني مؤخرا المعذبين الطائرة التي يعني حولت في مرساي كل هذه القضايا كل هؤلاء الناس يجب عليهم التوحد وقد يستطيعون تدويل هذه القضايا وتكون هناك عدالة مستقلة نزهة لكي تقوم بإظهار الحقيقة ولول مرة لأننا اليوم نحن مقابل عدالة عقيمة عدالة تابعة للسلطة الكل شهد هذا الأسبوع يعني متقاعد في الجيش الذي ذهب وأغلق المحكمة لأن قريبه تاجر سلاح وأراد إخراجه ولم تتكلم معه لا السلطة ولا القضاة ولا الدارك ولا أي سلطة يعني العقيد بن شريف هو كان العقيد وقائد الدارك الوطني في حقبة الرئيس بمدين والكثير من الجزائريين يعبدون بمدين ويظنونه أنه الوطنية في الجزائر سيدة أم أمين العدالة القضاء لأن العدالة كلمة كبيرة على ما هو موجود في الجزائر عندما تذهبين إلى دار القضاء كيف تستقبلين من طرف القضاء أو من طرف النائب العام يعني ما هو كلامهم ما هو ردهم أولا ما عندنا نش عدالة ما يستقبلوكش فيما يخص ملف المختاطفين في عدالة ما هو موجود في مجردين من الصحيح وقال البوت في اللي قال التربونال قاع قاع لي تربونو كاملتك ما كاش عادلة في الجزائر كون كين عادلة يدولو بليدي مرة 16 نعم ومبعيتك يعيطوا لي شارعوا لي أنا في الوسندق مش فتحت قاضي؟ أم بخوك يرغ استقبلك قبل ما نجوز للشرع منعش اسمه في الوسندق محكمة الوسندق قبل ما نجوز في الشرع وكيدخل مخلا وش رجل يدخل معي وقالوا مخلا وش رجل وقالوا ماذا ببطفل وش بك تحاكمنا وقالوا في المنتخل وقالوا بخوك يرغب انهم قالوا يختي الملفة فارغة وليدك قالوا ماذا تلقوا وليدك قالوا ما هو عندي قالوا عندي مرة قالوا هادي سافياندو وقالوا يربي سبحانه وانتوا ملتحت قعدنا شحل وقالوا لي كون بكوسانج فالشرع كمان الناس يجو يتلقوا ولا تدربوا ولا قالوا لي كنت قد لقي البروكورر فعلك قضية لا ماذا البروكورر فعليه قضية بعد اللقاء بعد اللقاء مع البروكورر في المكتب تاعه فعليك هو قضية ما نعفلهم ولا شكون نيابا العمر فدت عليك القضية لش قلت لنا مبالي جبتوا وليدي تشارعو له وانتو ما تعيتوا لنا بكوسانج فعليه قضية قلت لك جيت انتلقها ورجلي معي انا متفاهمين على ماش قالت لي وش بك شعلت فيك النار هذا في المحكمة هادي قاضية ما يتصلت لك انا قلت فعليك ونقولك صح بعد ذلك اجري وضع وليس في نهاية البروكورر في وقت الفيس الذي الدخل وحكموهم اهه قضية اسلامية 30 من 4 سيدي السيسور دي سان بكري انا نحدث يجي البروكورر قلت لهم لم تهدر امتراتي امتراتي قلت امتراتي امتراتي نقولك صح. كنت قرر نرفض الكورسي يضربهم بي حد. وتخلطت وكان ما تخليلي تماربين ما. وكينو العائلة ادقاء وهناينا قدرهم يسمعوا فيها. ودنا اه 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 الامج جاوة سرام مسران علي فليكس. اليوم هنا كون كينان عادلة وكين حق وتقدر تهدر. دقات جيك هذيك زبيدة عاصولة معارضة. يا اخي كانت هي قاضي. مش كنت تداري مشتش مخطوفين. ماشي مشه. ما شفتش. وراية التنسيقية اليوم. في التنسيقية يعطيك في المعارضة هذه اللي. يقول لك انا نعرض كي يغلقونهم الفانات تاالي كونتوناغو وما يدوش للوطيغان في بلاس مسجمينو وولادهم يقاروش في الخارج الهنا ولا يقول لكم معارضة يقولوا هاك نعمل لك صمك لا بخاف هم ولادهم قاعد يقاروه هنا ياتيك شقول هدولي ولادهم يقاروه هنا وش يكونوا بنات عيداني بوش وارب سلال هاني مشيت لعندهم واني دردي فيديو واني قولكم انا دردي فيديو واني دردي فيديو ويه على ولداتكم ثم ولداتكم خبنا ولدك ثم الوديكم يقاروه بداهم الجزائرية المجادر الاحرار تقروهم وانا ولدي صغير تدوه وتغبنوه وتخبوه كان كاين عادة لقنايا الاخ المحترم يدخلو الحبس الكاجي يقتلوش حامل واحد يا شعب الجزائرية وارك ما شد كيفاش قتلوهم وما كان حتى محامي وقال ولا ماني في سوقا ولا رؤساء الاحزاب ولا البرلمانيين ولا الناس يقول لك احنا قاريين انا واحد امي ملوم ومش مسكين ما يعرش طوما قاريين واحد ما كاش وما كاش عدالة وقتلوهم بالبارد في سل كاجي ومزال مدير تح سل كاجي يومينا ومزال يتكسر رافي مجلس القاضاء نعم قضاء الجزائري ماذا تقول يعني قضاء الذي يفسر ويبيض يعني اعمال المجرمين ويقولوا الناس بذلك هذا قاضي وهذا محامي وهذا وكيل الجمهورية وهذا دار عدالة او قصر العدالة يعني كيف تفصل هذا للأسف الجزائر لدينا القصور يعني البنايات ولكن لا توجد عدالة ونراها يعني من خلال هذه القضايا العالقة من خلال قضايا الفساد من خلال قضايا عدة حتى ان هناك يعني قضايا دولية من قوسين ذكرنا للرهبان السبعة وصلت حتى بفرنسا لمحاولة الضغط على الجزائر لكي تفصل في قضية الرهبان السبعة لكي لمعرفة الحقيقة ومن قتلهم لهذا في الجزائر العدالة يعني غائبة مغيبة نقول يعني يجب أن نقرأ أن هناك أحرار في كل في كل مؤسسة الدولة سواء كنقوضات أم محامين أم غيرها ولكن وأسف هؤلاء الأحرار اليوم يعني لم لا يستطيعون تغيير الأمور لهذا صرنا نرى شكيب خليل يسرق ولكن إذا لم يستطيعون يغيروا الأمور صباح وصباح وكما يقولوا بالعامية هذه خبزيس خبزيس هم اليوم نستطيعون يقولك الخبزة ليتبع الخبزة وخبزيس قاضي ليتبع الخبزة وخبزيس يجب نعم وإذا لم يستطيع أن يحكم بالعدل يستقل سكوتهم نعم كالإمام المسجد كذلك نعم سكوتهم مشاركة ومساندة لها إلى الأمور لذلك هذه الأسبوع نرى أنه العدل العدالة الجزائرية تقول أن شكيب خليل الذي سرق بريء غول الذي قام بمهزلة العصر ما زال وزير وقد يصبح رئيس حكومة مستقبلا والأخت المناظلة زوليخة بالعربي التي قامت فقط بنشر فيديو على الفيسبوك لا نشر صورة والصورة لم تقم بتركيبها هي استدعيت وقضت ليلى عند الشرطة واليوم حكموا عليها شهرين غير نافذة وغرامة عشرين ألف دينار مهزلة المهازل ما يعيش في الجزائر لهذا الجزائر اليوم إذا أردنا أن نخرج من هذه الحقبة السوداء السوداء يعني ليس بالدم ولكن السوداء بالفساد يجب علينا أن تكون هناك استقلالية حقيقية للقضاء وتكون هناك فطرة ولكن استقلالية هذا مطلب سياسي ولكن الناس اللي راهم اليوم قضاء أو اللي راهم يعني وكلاء جمهورية أو حتى اللي راهم صحفيين اليوم رأنا شفنا أو سيدة كما قالت لسيدة أم أمين سيدة عسول التي اليوم ترأس حزب كانت قاضية في تسعينت سيدة حفيد الراجي في تسعينت كان صحفي ومدير عام نائب مدير عام التلفزيون الجزائري التلفزيون الجزائري لي بعد سبعمائة أو ثمائمائة متر على المرصد الوطني اللي حقوق الإنسان وين كانوا يجتمعوا ويتظهروا كل أربعة صباح مهات المختطفين منذ أقرب أكثر من عشرين سنة لم نرى سيدة حفيد الراجي وقف معهن لم نرى سيدة حفيد الراجي غطى وقفتهن اليوم سيدة حفيد الراجي معارض سيدة عسول معارضة كيف تفسر هذا؟ أفسر هذا عقلية تختراسة عقلية الخبزة أنه عندما يكون يعني عايش موسكي ما يقول الجزائري لا يقول شيئا تابع للنظام وعندما يرمى أو تأخذ منه هذه العلاوات يصبح معارضا لكل مؤخرا لكل أراد مساندة الصحفي الذي تم تغيير منصبه من تلفزيون لأنه نسي كلمة فخامته أنا شخصيا قلت شاه صراحة إنسان كان ينقل يكذب ينافق يشهد زورا يقولك الأمور يعني لا تدخل الحقل ثم عندما يفصل يقال لنا تعالوا لمساندتي لن أسانده ولن أسانده يعني لن أسانده بن حديد لما فعله من قبل ولن أسانده راب راب لأنه كان هو يعني من استغل الغلق السوق لهذا هؤلاء الناس عندما يسقطون يسقطون لأنها المافيا تتناحر فيما بينها لذلك أبناء المافيا أو الطرفين المافيا هي مافيا الشعب اليوم يريد ناس يعني نزيها ويستطيعوا الوقوف معها يعني في السراء وفي الظراء أما هؤلاء الناس الذين هم يعني طرف من هذا النظام الفاسد وهم يشاركون بعملهم أو بسكوتهم يعني استمرار يعني طول عمر هذا النظام فهم يسيئون لجزائر ولي شعبها سيدة أم أمين موضوع المختطفين أو موضوع ابنك يعني 16 سنة نعم شفنا السيد سعيد سعلي وأنا أتكلم على سعيد سعلي في التسعينات كانت له حصة في التلفزيون الفرنسي واللي ينسى ولي ما يعرف شروح اليوتيوب يخاهم مع الشيخ سحنون الله يرحمه كان هنا في فرنسا وسعدي أحياء من ضرور الله يطول في عمرو في التلفزيون أرتي أين سئلها عن موضوع المختطفين قال هم إرهاديين وهذه الناس لم يختطفوا بل طلعوا الجبل قالها سيد سعيد سعدي وسيد نوردين أيت حمودة سيد نوردين أيت حمودة اللي كان في الأرسيدي وحاوزوه وي خرجنا هالأسبوع قارك بك سيد سعيد سعدي صاحب توفيق توفيق أعطلوا تراببتين بيار وبنا فيلا وكاريها 12 ألف أورو في شهر وي شون الإرهابين سيئون قاع إرهابيين وحدة نو هل أبنائكم بيدك تحت 16 سنة إرهابي ولا ساعد سعدي هو الأحو سعيد سعدي إرهابي وتلقاني أنا في دار الصحافة تلقاني سعيد سعدي وبالصورة تم وانا نعيد وهو لا راه يسمع فيها نعلي في دوليدي مان باسيموها وانا سنة وتسعين ستة وتسعين ستة وتسعين فأقل عكتا وبنظر جمعة بلبا وعنقني هكا وانا نبكي كنت خرج على عقلي قال لي مادام ناتش ما كش هدا أم آمن هدا أم آمن جال في قناة العاصر اللي نشكرها وقناة المغربية لا نعرف ما نشكر في أسلين يا فأنا ناتش ما عرفها قال لي مادام ناتش هني كتب في الابراكيتو مادام ناتش قال لي برب إن شاء الله وليدك يأتي من هكا نهار اليومين هذا واحد منه ونقولوا انتوما الإرهابيين وانتوما أولاد النظام وانتوما اللي تحبوا المال الجزائر ما يشيليكم الجزائر الجزائر الأحرار وكنتو صح تحبوا الجزائر تحضروا كلمة الحق وتقولوا المخطوفة معهم وتقولوا الناس اللي رام نساكن في الخارج وما يتدخلوش ما فهمتش كون هاد الناس اللي رام في الخارج هادوا العديان ديا ونا هذو جزائرين بنا ولادنا كاملتيك ندرتوا لهم ما يتدخلوش الجزائر كل الجزائر تاكم ملككم ألا كنتوا ما بويتكم كعقيات وانتم ما كنتوا حراكا واليوم حكمتوا تزاير وقلتوا احنا ربوكم الآلق بسح ما كاش رب واحد كاين الفوق سيدة أمارين يطلب من الكلمة أخيرة نعم 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 عن الكلمة أولا نقول الشعب الجزائري يوقف معنا ما رقع على بليس يجي فيسين باش يخرجوا باش يجي ويوقفوا لا خطر كاين العرف حتى بالدعاء 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 يعطيك سحو كاين الشعب ان انتحيرة ووقف معنا نطلب من هاد لي الدعاء بالمعارضة فوس معارضة قولوا ما حشموا لا راكوا تقولوا في كلمة الحق ما تدوش ربعين مليون كيف هاد الدولة تخلصكم انتم ما تقولوا احنا معارضين أنا في عمري ماشتاء الأخ يحيق مش شكرك عرضتنيك من المجدد من خلص دقانو خرج منا نسبك وهو ما الدولة تخلص فيه مربعين مليون يسبوها لا ممكن هادو ولاد من نيدام هادو كامل يوسوي فارتوس سوختو لا راندي ولا فعلان نوجه نيدام لهادو كل نساد يولهم اللي يضلوا يحضروا في التلفازة ويقولوا باللي احنا واحنا واحنا انتم ما ما كانوا نطلب منكم لا تقبلوا ولادكم يدوهم وعلى جال المال بحتو بالقدر وشرفكم بحتوه على جال ربعين مليون وأئمة المساجد كأن صحصتك عليها؟ أئمة المساجد ماشية كأنكم عندنا لا أئمة ويخافوا الله تعالى عندنا أئمة تعالوا الورقة يكتبوا لهم ويعطوا لهم أنا هاني جيت كان يقول لي ام أمين بعض من الناس ومام ماسك قمت علي ما صحبت لهم المجد الخارجية من هذا المكان طهر ونقيقية القلبي gonna better تقولوا لنا صحاب الخارج هما لهم يحرشون فيكم. صحاب الخارج أولين جزائريين وراه يغيدهم على البلاد والآئمة ما عندهم حتى حاجة يكتبوا لهم في الورقة واشي يقولوا كون جواوا آئمة الصح نتحداهم هنا اليوم دلنا الحصة سمعنا الجاية الجمعة الجاية يتفاهموا بقع المساجد وديروا حصة على المخطفين يقولوا يا الشعب الجزائر نطبر ملكم الجمعة اللي مورها غير نصروا نخرجوا كاملتك نسندوا عائلات المختطفين ونقولوا للدولة والرغمية اللي حجين وليموتا ما يديرواش قاس كوراهم السنة وغير وقتاش يدخلوا آآ ويدخلهم السيسي بيك هدا بارك الله فيك سيدهم أمين شكرا سيحة وصالح حجة بكلمة أخيرة في موضوع مختطفين يعني هل تظن أنه المعارضة الجزائرية والحزاب الجزائرية المعارضة ونظام الجزائري لهم آآ الارادة السياسية اللازمة لحل هذا الموضوع أو إعطاء يعني المعلومات اللازمة لأهدا للمختطفين لأنه أنا شخصيا عندما نشوف بعد المعارضة نقول حتى المعارضة ما رهيش حابة أنه ملف المختطفين يكون فيه يعني جزء يعني ولو كان ضائل من الحقيقة والعدالة صراحة قضية مختطفين من يستطيعون تحريك هذا الملف هم الجزائريين يعني الأحرار الذين ينشطون في الميدان هي الحركات الأخرى التي تتحرك قد تقفوا مع وليجب أن تقف هم مثلا العاطلين على العمل هم أخوانا في يعني مناهض الغاز الصخري هما كل النقابات النزيهة ليس نقابات النظام كل هاته يعني الجزائريين الأحرار هم من يستطيعون العمل يعني مع بعضهم البعض وهذا سيشكل كتلة ضغط لفرض على النظام أن يظهر الحقيقة أما قضية البقاء في كتابة البيانات الموسمية فالنظام الجزائري لا يرى ولا يقرى هذه البيانات النظام الجزائري ماشي في مشروعه وهو سيذهب إلى رهن الجزائر بالديون وهم باقون يعني صراحة الكل رأى طريقة تعاملهم مع الأزمة الاقتصادية الكاربية دولة تضيع 70% من مداخلها ونرى تهريج في التلفزة حتى اليوم هناك صور في المواقع الاجتماعية يظهرون أن هناك احتفالات بعيداً لثمانية مارسة عيد المرأة وكأنه هذه الدولة دولة بحبوحة لهذا العمل والكلمة ترجع للشعب ويجب على الشعب أن ينظم نفسه ولا يحتقر بعض الأمور اجتماعية عندما تدافع عن أمر اجتماعي بسيط سيؤهلك ويهيئك أن تطلب أمور أخرى في المستقبل سيد صلاح جاب نشط السياسي والمناضح شكراً لك سيد أم أمين شكراً لك على الحب ومعنا كذلك شكراً لنا أن نستقبل لك مشاهدين الكرام كنتم معنا في هذه الحصة حصة الموعد السياسي والتي خصصناها لموضوع المختطفين في الجزائر بضيافة أمنا أم أمين نتمنى أن نلقاكم إن شاء الله في موعد آخر للحديث معكم حول موضوع سياسي آخر إلى ذلك الوقت أعادنا الله وإياكم من حكم العسكار سلام الله عليكم موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة